في الفيديو اللي بين ايدينا هنتكلم بريفلي عن الالكتريك فيلز وفي تشارجد سفيرز سواء كانت السفيرز كونداكتينج او نن كونداكتينج عايزين نشوف الالكتريك فيلد داخل وخارج السفيرز او السفيريكال شيلز نبدأ بالكونداكتينج السفيرز اللي بتكون الشحنة على السطح او السفيريكال شيلز نفس التعامل بالضبط يبقى لو عندنا سوليد سفير تشارجد كل الشحنة بتخرج على السطح ولو عندنا سفيريكال شيلز ايضا الشحنة بتكون على السطح فتعاملهم واحد فالالكتريك فيلد داخل هتكلم عن سفيريكال شيلز زي ما احنا شايفين اند كونداكتينج السفيرز يبقى عندنا سفيرز مشحونة السفيرز دي مثلا متل فكل الشحنة بتخرج على السطح او عندنا شيل ليه سمك ضعيف فالشحنة موجودة على السطح عندنا الكتريك فيلد انسايد سواء التشارجد السفير او ال اسفيريكال شيلز هنقول عليه واو او اتسايد الانسايد هنا كده داخل مكتوب هنا اي اكوالز زيرو لو خدنا اي imaginary surface على شكل سفير ما فيش جوة charge هنا ما فيش charge طالما no charge inside the imaginary sphere إذن الالكتريك فيلد تماجنة تيوت سواء يعني بنتكلم على positive أو negative الالكتريك فيلد داخل الconducting spheres والسفيريكال شيلز equals zero بغض النظر عند السنتر أو أي other point كل ما بداخل السفيريكال شيل والconducting charged spheres الالكتريك فيلد بزيرو جميع النقاط طب outside outside يبدأ inside الالكتريك فيلد outside أيضا charged spheres أو charged spherical shells بيساوي الك في إجمال الشحنة طبعا باخد المجنيتود لأننا بحسب مجنيتود الاتجاه بيتحدد positive أو negative charge positive outward negative inward تقسيم الار سكوير الار دي اللي بحسب عندها يعني مثلا بحسب هنا كده النقطة دي يبقى دا الار طيب هيجي لنا أسئلة conceptual الالكتريك فيلد inside the spherical shell أو conducting spheres at its center equals zero أو does not equal zero ناخد بالنا أن جميع النقاط داخل conducting spheres أو spherical shells سواء هي center أو خلاف center الالكتريك فيلد عندها بزيرو طيب نروح للن conducting شارج spheres دلوقتي الشحنة موجودة داخل متوزعة على كامل في عندنا متوزعة على كامل وبالتالي فيه electric field داخل وخارج فالالكتريك فيلد inside 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 لي قيمة هيساوي k في الشحنة في الار اللي نحسب عندها على الار كيوب الكابيتال الار ونصف قطر لسفير أما الار اللي بحسب عندها زي ما احنا شايفين على الرسم النقطة اللي بحسب عندها وممكن نستنتج ده جزي دلوقتي بعد ما خلص كتابة outside نستنتجه وإن كان مش عليك استنتجه outside electric field outside مجنيتود بيساوي نفس الكوندكتينج ونفس الاسفيريكال في قيمة تقسيم الار سكوير يبقى فيش اختلاف الكوندكتينج ونان الكوندكتينج هي positive بيبقى outside electric field ولو كانت negative بيبقى inward طيب استنتاج قانون inside وإن كان زي ما بقول مش عليك ولكن نقوله احنا عندنا phi equals q inside تقسيم الابسلون نوت ده يديني ايه الفي عبارة عن الا في الا في كوسين الثيتا اللي هي بون اللي هي الثيتا بزيرو equals الq inside هتساوي الرو اللي هو charge per unit volume 4 over 3 pi r cube ده الحاج تقسيم طبعا انا بتكلم على كله absolute value تقسيم الابسلون نوت الكم ثيتا بون يبقى ايه 4 pi r square ده مساحة سطح الكرة السطح الكرة اللي بيخرج منه الفلاكس equals rho 4 over 3 pi r cube على ابسلون نوت طبعا نقدر نسطب الفور pi وال r square مع four مع pi مع الكيوب او ممكن نعمل حاجة اسهل شوية اضرب هكده شوية ادي ايه وادي والاكولز one over الفور pi ابسلون نوت مع بعض الفور pi اللي على اليسار نزل التحت مع الابسلون نوت ويفضل عندنا rho four over three pi r cube في r ليسا الر سمول موجودة تقسيم r cube الحت ادي عبارة عن volume في رو يعني اجمال الشحن اللي هي capital q اذا هتساوي والحتة دي عبارة عن columns constant با دا k ودا q هنكتبهم بلون مختلف دا عبارة عن k ودي عبارة عن capital q فتعالوا نكتب كده الباقي عندنا k وال capital q موجودة وال r small موجودة وتحت عندنا r cube دا نفس القانون اللي كتبناه ل inside electric field داخل ال non conducting space ايه هو دا k في الشحنة فr اللي بحسب عندها تقسيم r cube r capital r هي نصف قطر الكرة المشحونة هنتعرض لأسئلة conceptual في الفيديوهات القادمة على conducting و non conducting spheres و spherical shells اكثر من فيديو وبعدين ناخد مسائل ان يوجد الالكتريك في ازقى وطبعا الاتجاه زي ما قلنا positive outward negative inward اشتركوا في القناة